طيب. مسهلا بكم وانو مسهلا بكم في فيديو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود. انا دلوقتي بكلمكم من المكسورة الداخلية لاركاب في الجاك الجي سيفن الجديدة اللي تطرح لأول مرة في السوق المصري. العربية نزلت دلوقتي تم الكشف عنها. انا مقبول جوه العربية دلوقتي بكلمكم من جوه عشان يبردوش شوية. فايه؟ هنكلمكم من جوه شوية عن العربية بعد كده ندخل نخرج نكمل الكلام بقى مرة. طيب. العربية ترحض بفئتين في سوق المصري. الفئة الاولى بسعر 300 الفئة التانية بسعر 328 الفئة التانية في العربية واحدة. ما فيش فيها اي اختلاف. ودي احد نقاط القوة اللي بتميز العربية هنا. يمكن لو حسبنا نقطة الكاميرات ال 360 درجة فهي موجودة في الفئة التانية مش موجودة في الفئة الاولى. لكن بقيت السيفتي بكتج يعني عدد الارباكز الستة الارباكز موجودين في الفئتين. عندنا كمان انظمة الفرامل الابياس الابي دي تراكشن كنترول الاس بي. انظمة الفرامل كلها مع انظمة تانسابات الالكتروني كلها موجودة في الفئتين وواحدة وما فيش فيها اي اختلاف. الماتينة المستهدم في العربية بشكل عام. خلونا نبص بص كده على العربية سبكم مني دلوقتي. وآآ غير الكاميرا كده. ونبص بص على العربية. بصوا بقى سيدي. مبدعيا. عندنا آآ عجلة القيادة. انا مش حافظ اذا كانت بينا معانا ولا لا. عجلة القيادة كده. اهو عندنا كده الجزء ده خاص بالمالتي فانكشن والجزء ده خاص بالكروس كنترول او مثبت ومحدد السرعة. طيب عندنا كمان الشاشة العدديات اللي بتيجي بالكامل زي ما احنا شايفين. آآ حجمها تقريبا على ما اعتقد تمانية انش. عندنا كمان الشاشة الوسطية اللي موجودة هنا شاشة الوسطية اللطيفة دي عشرة واربعة من عشرة انش توتش سكرين. زي ما احنا شايفين كده دي الفيو حوالينا العربية بالشكل اللي احنا شايفين قدامنا دلوقتي. وممكن طبعا من هنا اغير الكاميرات اللي انا محتاج اشوفها آآ في العربية او ان انا محتاج اخليها تلتمائية وستين درجة على حسب الاحتي اه بتاعي. عندي طبعا مجموعة كبيرة من الموجودة هنا في شاشة ابل كار بلاي اندرويد اوتو اكيد. مع التكيف طبعا بيجي توتش سكرين زي ما احنا شايفين. ما فيش فيه اي ازرار موجودة في المنطقة اللي موجودة قدامنا هنا. التكيف بيجي توتش سكرين. عندنا طبعا آآ موجود وبيحوط العربية من على الطبلوم من قدام وعلى الابواب كمان الجانبية زي ما احنا شايفين. طيب آآ لو نزلنا لتحت شوية هنلاحظ فتحة اتناشر فولت موجودة هنا مع فتحتين يو اس بي تايب اي مع نائل الحركة المميز شكلا من آآ من الجاك. وزرارة طبعا الانتظار مع مع عندنا كمان فرامل الايد الكهربائية والاوتو هولد مع اماكن تخزين آآ والمحيط بتاع آآ آآ عصايت نائل الحركة كلها من البيانو بلاك مع فتحتين كاب هولدر موجودين. طيب آآ آآ هنلاحظ انه الماتيريا المعرفش انت لاحظت ولا لا. الماتيريا كله بيجي من الجلد يعني الجزء ده بيجي من الجلد مع ستيتشينج او خياطة لطيفة من العربية. وهنا كمان كل دم بييجي من الجلد كل دا كمان بيجي من الجلد ده كده canceled material عجلة القيادة بتيجي من الجلد والبطن بتاع البا이 بيجي من الجلد وهي من فوق بيجي من آآ البلاستيك اللي هو الطري شوية مش كافت صف ت نائل بس بلاستيك احسوا الطري شوية اواخت تشبيحة اآ آآ جلد زي ما انتوا شايفين ده كده آآ سريعا الجزء الامامي من العربية تعالوا كده نإمكان في الكنباة الخلفية ونبص بصة قبل ما نإمكانك في الكنباة الخلفية انا عايزة واريكم شكل المفتاح. ده شكل المفتاح العربية. ده شكله. يعني اللي فيه فتحه وقفله وفتح باب الشرطة. ده اكرة الباب بشكلها مميز جدا صراحة وعجباني جدا. من ورد ما عندناش نفق فتيسو دي من حاجات المميزة. تدين مساحة جلوس قويسة جدا. ده غير كمان انه يعني انا كده اي عدوة. وعندي طبعا مساحة رجلة مهولة. بالاضافة كمان انه الكورسي زي ما ان شايفين الكورسي بياخد شكل الكراسي اللي سبور شوية. اللي هي بتبقى من غير مسند راس ممفصل. مسند الراس مدمج في الكورسي مع مساحة تخزين مع فتحتين تكييف خلفيتين. وفتحة اتناشر دولت ومفيش نفق فتيس زي ما اتفقنا في المنطقة دي. طبعا فرش كله بالكامل بيجي من الجلد. مع فتحة السقف اللي هي بتفرق ما بين الفئتين. ازا كانت الفتحة السقف بانوراما او فتحة سقف عادية مش مش بانوراما لكن الفئتين فيهم فتحتين سقف. اللحظ السقف بتاع العربية نفسه بيجي توتون. بيجي تون ازود من فوق او لون ازود من فوق. واللون الابيض اه من اه من تحت. الجنب سبعتاشر انش. اه لون مميز برضو توتون زي ما احنا شايفين. وطبعا اه المنظر بتاع العربية مع السحبة اللي موجودة هنا بتديك منظر الكوبية شوية في العربية بتديك مساحة كمان شنطة اه كويسة جدا. عندنا شريط بار او بار ايدي موجود مع الكاميرا الخلفية وهنا كمان عندنا اه 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 اضاءة شكلها بطيف. والديفوزر الخلفي مع فتحتين شいきمان حقيقيتين موجودين في الاسفل والديفوزر. طيب. الشانطة بتفتح المفروض ان ايه بتفتح كهربائيا. مع ايه يا دعيبا من كتر من الناس. اه لعبة فيها اه طيب. اه. عندنا اه اه الشانطة خمسمية واربعين لتر. اه. وممكن تصل لحد الف وستمائة اه زيادة اه زيادة لو فتحت الكنبة الخلفية. الكنبة خافية كبالها للطايم اه 40% 60% عشان تزود مساحة الشانطة. بالاضافة كمان لآآ عندنا كمان الرف اللي موجود هنا. وده طبعا الزرار الخاص بي اهو. الزرار الخاص بانك تنزل آآ الشط. طيب. آآ الاساس الخالفي آآ فامي. وهنلاحز بقى ايه السحبة اللطيفة جدا اللي العربية من الجنب بشكلها مختلف ومميز. الحقيقة عربية عجبتني جدا 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 جدا. مع او دخول العربية بدونس قدام المفتاح طبعا عندنا طبعا زرار فأكيد عندنا دخول العربية بدونس قدام المفتاح. هنلاحز كمان عندنا بلايت سبوت دكشن او نزام كشف النقاط العمياء مع امريات قبلة ليه اتضم كهربائيا مع آآ من دخل العربية او اوتوماتيكية مع فتح وقفل العربية. هنلاحز كمان الاضاءة اللي موجودة هنا. والكاميرات اللي موجودة على الجنبين. طيب من قدام نلاحز الاضاءة الال اي دي الموجودة سويا الاضاءة النهارية او الاضاءة الرئيسية مع آآ الاماكن المكان الفوج لايت لك مفيش فوج لايت امامية لكن بتديك احساس الفوج لايت اللي موجود هنا. وعندنا طبعا ده آآ شكل بيانو بلاك مع فتحات آآ يعني مش فتحات. يعني مش فتحة. يعني مكان كده بس. طيب. من قدام هنلاحز الشبكة الامامية اللي واخده شكل الجاكور شوية. يعني مش هبالغ لو قلت الجاكور ما اتحكوش عليها بس يعني يعني احس ان هي واخده شوية من تصميم الجاكور اللي هي الاعمدة اللي موجودة. وطبعا عندنا هنا المحرك الالف وخسوميس سيسيه. التيربو مع ناقل الحركة السي بيتي. تمام. لا 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 تمام خلاص. طب. بس. وطبعا عندنا فتحات التهوية السفلية منظر العربية من قدام منظر مشجع جدا وهجومي جدا. وفي نفس الوقت فانسي يعني هي جامعة ما بين الرياضية والشكل العنيف. وفي نفس الوقت الحاجة اللاججري او الحاجة الفخمة شوية. طيب. اه ممكن بقى الناس اللي عايزة تشوف العربية نقول اسعار مرة تانية الفئة الاولى تلتمية الف والفئة التانية تلتمية تمانية وعشرين الف. الناس اللي عايزة تشوف العربية العربية متاحة من خلال القصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في السوق المصري. متاحة دلوقتي كمان في المعرض الخاص بي الدي اكس. اللي هو اه اللايف اه درايف اكس بو الموجود في عند فندق توليب في الرحاب او او تجمع الاول حاجة كده يعني. اه ممكن تتفرجوا بقى العربية تيجوا تفرجوا عليه هنا. طبعا عندك ستاشر براند تانيين في المعرض موجودين غير جاك. عندك كمان ممكن تجرب اي عربية من اختيارك بالتيكت الواحد. بتجرب تلات عربيات من اختيارك لو انت محتاج. التيكت هتلاقوه موجود على تيكت مارشي. اه ممكن كمان تشتروها اونلاين او ممكن تشتروها من المعرض هنا او المتيجو ممكن تشتروا العربية. وتشتروا التيكت وتجربوا اي تلات عربيات من اختيارك. شكركم جدا على متابعيتكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وعربية جديدة. مع السلام.